إن الحكومة اليمنية وقد أخذت في الاعتبار كل ذلك تعلن موازنتها المالية لهذا العام بموارد للمرة الأولى منذ الانقلاب تصادق حكومة الشرعية بصورة رسمية على موازنتها الجديدة للعام 2018 ثلاث سنوات تعطل فيها الأداء الحكومي بشكل كلي عقب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة بصنعاء يقول رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن موازنة الدولة لهذا العام تبلغ 978 مليار ريال أي قرابة مليار دولار فيما تتجاوز النفقات تريليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون ريال أي قرابة ثلاثة مليار دولار وبعجز مالي يبلغ ثلاثة وثلاثين بالمئة قلنا نوجه رسالة لأعداء الشعب علينا يميعا تحييد الإيرادات والتوجه بها إلى البنك المركزي وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي والحكومة بشكل عام مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام بن دغر طلب مليشيا الانقلاب برفع يدها عن موارد الدولة وتحييد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي لتتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير المرتبات وصرفها بانتظام بن دغر أيضا أكد أن مجلس النواب اليمني سيعقد الشهر المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة غير أن ما صدر من رئيس المجلس الانتقالي بدأ متعارضا تماما مع هذه النوايا التحركات الاقتصادية تشير لأنه ثم تتوجها سعوديا لانقاذ الوضع الاقتصادي اليمني بدءا بالوديعة المالية والمساهمة في المعركة الاقتصادية التي تخوضها الشرعية وسط حقول من المعوقات فإلى جانب التأثيرات الكارثية على الاقتصاد الوطني الذي خلفه الانقلاب ونهب المال العام والاحتياطي النقدي من قبل الميليشيا الانقلابية تبرز جملة من المعوقات تحاول حكومة بن دغر تجاوزها خصوصا في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة بدءا باتخاذ مصفوفة من الإجراءات الاقتصادية على رأسها لاستفادة القصوى من موارد الدولة وتأمين رواتب الناس وحاجتهم الدنيا وقبل هذا وذاك يظل الحسم العسكري وانهاء الانقلاب هو أولى الأولويات بالنسبة للشرعية والتحالف ويبقى سؤال لحظة الاقتصادية في اليمن هل يتعافر الاقتصاد الوطني أم يستمر في العناية المركزة تحت تأثير المهدئات الاقتصادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة